اشتركوا في القناة القمر في منزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يمكث فيها طبعا لغاية الساعة سبعة وتسعة عشر دقيقة صباحا له القمر وبعدين بده ينتقل بعدها من ساعة صباح إلى منزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأسحار أو الأعمال وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد طبعا بالنسبة للقمر اليوم للمساء رح يظل موجود في برج الثور وتأثيراته زي ما حكينا على جميع الأبراج منشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة الفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر ونيبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و10 دقائق بعد منتصف هذه الليلة نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبلوتو وهاي رح تكون في تمام ساعة 11 و31 دقيقة ظهرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا في خلو المسار خلو المسار هذا رح يبدأ مع الزاوية اللي احنا ذكرناها وخلو المسار هو سلبي رح يبدأ ساعة 11 و31 دقيقة ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و32 دقيقة مساء هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعدها القمر رح ينتقل للجوزاء ساعة 11 ونص مساء والقمر طبعا بما أنه رح يكون في الجوزاء معناة خلو المسار القادم ورح يكون يوم 29 و12 رح يبدأ في تمام الساعة 3 ودقيقة صباحا ويستمر حتى تمام الساعة 10 و28 دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر القمر المحدد بـ 12 يوم في تمام الساعة 12 و5 دقائق ظهرا بيصبح 13 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19 واحد سعيدة بالنسبة 85% القمر في الثور بدين تقل الجوزاء لغاية يوم 29 و12 سعيدة بالنسبة 60% أما عطارد في الجدي حتى يوم 81 سعيدة بالنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 81 منتحسة بالنسبة 12% المريخ في الحمل حتى يوم 71 منتحس بالنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 13 و5 منتحس بالنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7 و3 منتحس بالنسبة 10% أورانوس في الثور بيت راجع حتى يوم 14 و1 منتحس بالنسبة 10% نبتن في الحوت سعيد بنسبة 15% أما بلوتو في الجدي فهو سعيد أيضا بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معها فرص مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك بتطالعك فترة غنية ويجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا لا تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات ناقش بوضوح لغاية ساعات المساء ابتنشطوا بعديها في مجال السفر والتنقلات والاتصالات برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوذ قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أحد منافستك في هذا اليوم اطوي صفحة الماضي لأنه رح ترتفع المعنويات مجددا لتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوظ عالية من أفضل أيام الشهر حتى ساعات المساء بعدها بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم وأموركم المالية برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وأنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بيسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتخيب آمالك لسبب أو لآخر لا توقع على عقد ولا تحسم أمر فترة فارغة من الطاقة والحض فما تراهن عليها حتى ساعات المساء لتمتلوا نشاط وحيوية وتعودوا ترجعوا بحيويتكم وطاقتكم برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه أهمش أنك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر رح تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي في ساعات المساء ممكن تتراجع صحتك شوي حاول أنك تخلد للراحة لأن القمر رح يصير في بيت متعبك يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه تحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصعدة وممكن تكون أيام متوترة تنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بسبب لك نوع أنواع التوتر حاذر العناد والمشاعر السلبية في ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والإتصالات وبتزداد رابطكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم تطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة لإنفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما من أجمل أيام الشهر في ساعات المساء ترغبوا في المحافظة على مصالحكم الإجتماعية برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة إلى الرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد لا تغامر بموقعك وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد قم بواجبك بشكل تأم حتى ساعات المساء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو اتصالات بعيدة برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بسعكم تعزيز شراكاتكم حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك بتكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم أي خلافات حاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم في ساعات المساء بتنشغلوا في ضبط أموركم المالية برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة بتلاحق الاتصالات وبتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك ولا تتأخر تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدراتك على التحمل لا تشك بنفسك ممكن يكون بعض الإنشغالات تكون صحية أما في ساعات المساء بترغبوا في تدعيم شراكاتكم برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني لا تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات وسع لتلطيف الأجواء تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية حتى ساعات المساء في ساعات المساء بتتراجع صحتكم وبيتراكم العمل عندكم برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء ضاغطة والمسئوليات كبيرة ممكن تكون على ارتباط مهم وما بجوز الفشل الفترة هاي بتحمل المصاريف منزلية في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز العلاقة مع أحباكم برج الحود بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شنك ما تسكت اسمع صوتك وبدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء